السلام عليكم يعتبر الجهاز العصبي بقسميه الجهاز العصبي المركزي والطرفي مسؤولان بشكل كبير جدا عن مجموعة من المشاكل الصحية والعلل والأمراض اللي ممكن لوها بقول حط تحتها خطين قدرنا أو عرفنا نشخصها مبكرا ممكن نتفادى حدوث كتير من تبعات تلك الأمراض وعلى رأسها الإعاقات ومشاكل الوعي والإدراك ويعني الصحيح الإعاقات مش بس إعاقات حركية حتى إعاقات بصرية وسمعية المجموعة من الأعراض قد يعني لا ينتبه لها الكثيرين في حين إنها ممكن تكون أعراض متكررة رغم إنه هي حدتها قد تكون من بسيطة إلى متوسطة وعلشان هيك الإنسان لا يلقي لها بالا على سبيل المثال الصداع صداع بروحه بيجي ويعني ساعة ساعتين بينام الإنسان بيختفي هذا الصداع تمام ما في مشكلة طيب لو كان هذا الصداع عماله بيزيد في حدته والصداع هذا بيظهر فيه فترات الصباح بيكون مصاحب إلو أعراض مثل الغثيان أو حتى القيء أو خلل في الذاكرة يعني بيكون درجة الوعي ليست كما هي إذن أول عرض إحنا بنحب يعني نقول والله هذا العرض لازم ننتبه إله هو تكرار نوبات الصداع اللي بتزيد في حدتها وبتزيد في تقارب تلك النوبات والله النوبات هذه كانت تيجي كل شهرين مرة كل شهر مرة كل ثلاث أسابيع مرة كل أسبوع مرة كل يوم أصبحت ما في مجال للسكوت لازم أبحث وأعرف شو اللي عندي أو شو اللي أنا بعاني منه مش معقول أنا أقول والله هذا صداع يعني عادي لأني أنا بأسهر أو لأني أنا مجهد أو لأني أنا والله مارست اليوم بعض التمارين الرياضية الشاقة أو لأني ما أكلت كويس أو 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 لا هنا لازم تحط نقطة وتبدأ باستشارة الطبيب المختص هذا أول عرض من مشاكل الجهاز العصبي المشكلة الثانية الدوار حدوث الدوار والدوخة وكلهما مفهومان يعني بيختلف البعض معهم شوية الدوخة قلنا خفة في الرأس الدوار تشعر إنه شيء بيدور حواليك هذا عرض مهم جدا أحيانا ممكن يصير أو يحدث بعد حدوث يعني هبوط في الدورة الدموية هبوط في مستوى السكر مشاكل في الأذن مشاكل في الرقب أو فقرات العنق أو الغضاريف أو أو لكن هذا الدوار إن استمر يجب أن تستشير طبيب الأعصاب أمر ثالث إنسان بدأ يفقد الوعي مرات عديدة ومرات متكررة وفقدان الوعي هذا بيصاحبه اختلاجات ومشاكل وتشنجات عضلية ما في مجال تقول لي والله هذه لأني أنا كنت زعلان كنت متوتر لا يا سيدي الأصل إنك هنا تبحث عن مشكلة قد تكون يعني كامنة أو قد تصيب جهازك العصب البركزي وتحديدا الدماغ إنسان بدأ يعاني من تلعثم اللسان وصعوبة في إخراج بعض الكلمات أو في ثقل اللسان أو أحيانا بيصيبه السرحان بكون بيكلم إنسان ويعني مركز معاه شوية لكن فجأة بتلاقيه بيفصل عارفين شو بمصطلحة بيفصل يعني كأنه يعني كأنه ما عرف في شو كان بيتحدث أو بيتكلم وبيخش في موضوع تاني أو السرحان والتوهان هذا عماله بيتكرر وبالمناسبة قد يصيب الأطفال صغار السن وقد يصيب الكبار اليوم مجموعة من الأعراض اللي كتير من الناس للأسف هذه الأعراض بتكون غائبة حتى عن الأهالي ويعني الإحساس ضعف الإحساس في اليدين أو في الأطراف خدران تنميل شعور بالوخز شعور بالحرقان شعور بسخونة الأقدام أو برودة الأقدام كل هذا مشاكل في الجهاز العصبي وتحديدا هنا ممكن يكون الجهاز العصبي الطرفي وقد يكون مسؤولا في بعض الحالات عنها مشاكل في الجهاز العصبي المركزي طب يا ترى أنا هل بالضرورة أستشير طبيب الأعصاب عند حدوث أي مشكلة من هذه المشاكل؟ بالتأكيد لا، ليش لا يا دكتور؟ لا لأنه أنا قلنا في البداية إذا الصداع هذا كان صداع خفيف ويزول بمجرد الخلود إلى النوم وإلى الراحة أنا قلت بنامش لكن هذا الصداع بيجيني كل فترة والتانية يعني متباعد الفترات ما بيجي فترات يعني متكرر حدته ما بتزيد يعني كما هو يعني كل فترة لما أنا بأتعب لما أنا كذا هذا ما بخلاص يعني صداع عادي ممكن يزول لو أنا يعني نمت شوية ارتحت شوية أحيانا ممكن أتناول حبة الباراستامول طبعا بالمناسبة الباراستامول دواء مصرح به مسكن للصداع جميل جدا وخفيف وملوش أعراض جانبية كتيرة لكن هل تعلم أنه الباراستامول هذا ممكن تسمم تسمم يحدث سمية على الكبد في حال تناولت منه أكثر من 8 حبات في اليوم كتير من الناس بقولك والله يا دكتور أنا بأخذ البنادول أو بأخذ الأكامول أو بأخذ الأدول يعني أسماء كتير تجارية لهذا اللي هو في النهاية هو الباراستامول بدون يعني بأخذ منه حبتين بأخذ أربعة بأخذ ستة بأخذ دمانية لا يا سيدي الأصل تنتبه أنه الباراستامول ممكن يكون يعني علاج ذو سمية على الكبد ويعطل وظائف الكبد ويعني للأسف إذا ما تم يعني أنك تاخد اللي هو الباراستامول بعقل أو يعني باستشارة الطبيب في حال كان هذا الصداع شوية بكون يعني متكرر ما بنفع تاخده من تلقاء نفسك بجرعات عالية ممكن تتناول منه قرص واحد مرة في اليوم أو مرتين ممكن تتناول منه قرصين مرة واحدة في اليوم طبعا القرص خمسمائة ميلي جرام عادي ما فيه مشكلة طيب شو أكتر شيء بيستنزف جهازي العصبي وهنا فيه سؤال كتير بيسألوني يا دكتور هل الحالة النفسية أو التوتر بيأثر على الجهاز العصبي يا عزيزي ويا عزيزتي أكثر ما يؤذي الجهاز العصبي بعد العادات الصحية الخاطئة وغذاءنا الغير صحي للأسف عند الكثيرين وتناول اللحوم المعلبة وبما تحتويها من مواد حافظة تؤثر على هو الحالة النفسية التوتر والقلق وتعكير المزاج والخوف والذهان كل هذا يؤدي إلى قتل خلايا الدماغ وتعطيلها عن عملها بل ويؤدي للأسف في دراسات كتير أو أبحاث بتقول قد يؤدي إلى حدوث الخرف وحدوث ما يعرف بالزهايمر طبعا هذا بصير بعد سن 55 و 60 سنة عند كبار السن لكن للأسف بتكون حياتهم كلها قلق وتعب وتوتر نفسي مش بس هيك التوتر النفسي والقلق والضغط النفسي ممكن يعلي هرمون الكورتزول وعارفين إيش بيعمل هرمون الكورتزول بيعمل على تقلص الأوعية الدموية وبالتالي قد يقل اللي هو تروية الدماغ والجهاز العصبي شو المطلوب أعمله أنا؟ شو المطلوب مني حتى أبعد عن هذه الهواجز والتوترات والخوف والقلق والرعب اللي بنعيشه من ظروف الحياة والضغط الشديد أول شيء بدي أحاول قدر الإمكان لما أروح بيتي من العمل أني أخلد إلى الراحة قليلا لازم ترتاح شوية لازم تصفي ذهنك شوية إياك أنك تنام وأنت متوتر دائما حاول تبعد عن يعني ما قبل النوم هذه مرحلة التحضير للنوم لازم تترك فيها كل مشاكل العمل ومشاكل البيت ومشاكل حاول أنه يعني جسمك يرتاح وتخل دماغك يرتاح طبعا البعض بيسألني بيقول لي يا دكتور ممكن نتناول بعض المهدئات أنا أرفض بشكل قاطع وصف المهدئات في هذه الحالة لأنه كتير مننا بيجهل أنه الينسون مغلي الينسون مغلي الينسون بالنعناع ممكن يكون رائع جدا أنه يديك شعور بالهدوء ويعني مزاجك يكون صافي ورائق لو أنت أخذت لك كاسة منه قبل النوم بس بشرط بدون سكر هذا مهم جدا حتى تبتعد عن القلق والتوتر بل ويساعد على الاسترخاء لو تناولت أي مكمل غذائي إذا لم تكن باستطاعتك أنك تحصل على المغنيسيوم من مصادر الطبيعية ويحتوي على المغنيسيوم هذا يسبب لك شعور بارتخاء العضلات وصفاء الذهن وممكن تنام نوم مريح لأنه أنا بقول دائما أنه يكون مزاجك معكر وتنام وانت متوتر ومضغوط نفسيا هذا سينعكس في اليوم التالي على كل أعمالك حتى على تعاملك مع الآخرين ومع الناس وأول ما تشوف واحد الصباح حيقول لك حتى لو قلت له صباح الخير حيقول لك بتقول هو أنت شكلك معصب شكلك مش رائق فعلا أنت مش رائق وانت فعلا يعني يبدو التوتر حتى وإن كنت لا تشعر بذلك غيرك ممكن يشعر بيك ويحس بيك علشان هيك بنقول نحاول قدر الإمكان عن البعد عن كل ما يوترنا وعن كل ما يزعجنا الوضع النفسي أو التوتر أو الشد اللي بنعيشه أكثر ما يؤذي الجهاز العصبي وتحديدا الدماغ أطيب الأمنيات لكم بالسلامة دوما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة